بس ما قصتك ايه؟ جوزتي كم سنة عدت مع جوزك؟ لا انا ما عدت السنين انا شهر ونص بس شهر ونص ارتبطتو حصل ايه؟ اصلا كنت اتعافي قد ايه قبل الجواز؟ يعني هو عن طريق واحدة صاحبتي هاللي جابت هوليو كده وعريس كويس وشكرتلي فيه تمام وحصل تعرف بيني وبينه اسبوع اسبوعين عرف طبعي عرفت طبعي لان كنت مخطوبة قبلي مرتين فما حصلش نصيب فانا قلتلو بص انا مخطوبة ومسلا لسبتو كان بسبب برضو يعني امهاتهم كانت مسيطرة عليهم فانا قلتلو مش عايزة نفس التجربة ان انا اقررها تاني فهم اهلو قالولو ماشي هم كانوا ارياف يعني انا كنت عايشة في بيتايلة وارياف والكلام ده فهم مش كانوا عايزين واحدة من المدينة عايزين واحدة من الريف من الاول فهو اقناهم لأ هي دي انا غضع فهو حارب اهلو وانا برضو والدي قال لي يا ابنت مش هينفعك مش هتعرفت اقليمي ولو تتطبع بطبعهم قلتلو لأ انا هتطبع انا طالما بحبه شرياء هحب اهلو هتطبع بطبعه وهبقى زيه بالظبط طالما انا حبيه لاللي بقولوك اللي البنات هغيره وغيرها لا مش موضوع حضرتك هتغيره ومفيش بن قدم بيت غيرها اللي فيه طبع بيدنه فيه الا لو هو عايز يغير من نفسه للأحسن طيب حصل اتجوزت وعطف في بيت العيلة اه في بيت العيلة وحصل مشاكل بقى من حضرتك من اول ايه من تاني يوم تاني يوم الصباحية اه طالعين اه طالعين يخبطوا علينا هي مش نزلت ليه اه قتاري نظامهم ان احنا لازم ننزل نفطر معاهم احنا ما اتناش الكلام ده ازاي وفيه خصوصية ازاي والديتك تاخد مفتاح شقتي انا دي خصوصية بيتي يعني حضرتك كانت تدخل وتفتح علي وانا نايمة طب ازاي ما ينفعش يعني فيه خصوصية للبيت قال لي لا احنا نظامنا كده فلاقيت نظام تاني طب امشي طب اتطلق طب الناس هتقول ايه علي وطبعا بقى جات اول غضوبة ليك كانت في اول شهر جواز كانت عميته طالع عندي ليولي ان عميته طالع عندي ازاي احنا مش بنكلمها احنا فيه مشاكل رح اتبعت جابت ساعتها ابو ابني رح جيبني الشغل والدتي ساعتها كانت عندي اليوم ده رح مسك لنا سكينة وكان عايز ساعتها يعورني انا والدتي والناس اتلمت في البلد كل ده في شهر ونص او في شهر ونص وعرفت حالك حامل او وعرفي بقى ان انا طلعت من بيته حامل او لما اغضبت الشهر ده طلعت حامل من هناك فهو لما عرف ان انا حامل طبعا جيرك جاني عشان خطر يعني الحامل والكلام ده عشان كان العيل ما يتربش بعيد يبقى بيني وبينه وقلت تمام والدي طبعا قال له يا ابني هتتعدل دي اخر مرة واحد دي كان عامل له تقارير طبية كان ضريبني في الشهر دوا يعني مبهديني جامد يعني انا شفت يعني اللي محدش شافه بصراحة يعني مبهدلت جامد مع الناس دي انا يعني شفت اي واحدة مش شافته بس وطبعا جي غضبته كده فوالدي قال له بص لو هترجع هترجع بالشروط قال له ايه هي قاله انت تحفظ عليها طالما بينتي عايزك وشريك وعشان خطر عائل ده مش يبهدل اللي جاي ماشي بس دي اخر فرصة ليك لو اتكررت بنتي مش هترجعلك تاني خلاص هيبقى فيه محاكم وهتخدش في سكة تانية لان انا الوحيدة للوالدي على ولد فطبعا والدي مش ازاي تبهدلها انا بتدهلك امانة معيك بس فحضرتك بقى جات المشاكل تاني عدت اسبوعين رجع بقى تاني يضاربه وقلت ادب وكان هيسقطني في ابني انا مش عايز منك يا عيال وبقى يسبيلي يعني الدين وكده والاهلي وقابش على الالفاظ انا مش عايز منك حاجة طبعا كله بقى بتصلت من اهله احنا مش عايزين منها حاجة طفين قيمتك طفين حكتك قلت له انت مالة بتسأل عن حاجات دي طبعا بعدين طلقت لا غضبت بقى عشر شهور رجعت لبيت باباكي اه لبيت بابايا حاولوا ان هم يرجعوني تاني طبعا والدي قال له لأ خلاص لازم يكون في حل رجعي ما ينفعش بنتي ترجع بيتي العيلة تاني يا ام تشوف لها شقة برا يا ام تكتب على نفسك وصلة امانة ان بنتي لو جرالها حاجة تبنتها المسؤول فطبعا ساعتها هو مرضيش قال له خلاص يبقى ايه الانفصال وحصل الطلاق امت امت اخدته قرار الطلاق انه مش حينفع تكمله مع بعض انت غضبت ورحت عند بيت اهلك اه انا انا اللي رفعت طلاق للضرر بالتقارير الطبية اللي هو كان ضربني بيها وكده اوكي كان عنده مشكلة وافق ولا لأ لا هو ما كانش عايزه يطلق قال لي لا انا مش هطلقك انتي عايزة تطلقي تطلقي انتي عن طريق المحكمة انا مش هطلقك طب خلاص وطلقت وحصل الطلاق وليت عن بيت اهلك وليت عن بيت اه جي شافه تاني يوم الولادة هو والدته ويعني قاعدوا يتواصلوا معينا وحاول انهم يرجعوني تاني برضو كلامنا كنتش لسه طلقت كنت لسه على زميته برضو قبلك عنده كم سنة دلوقتي خمسة وثلاث شهور بالخمسة وثلاث شهور شافه كم مرة يعني شافه تاني يوم الولادة وكان عنده سنة ونص لانه كان تعبين وجيبناه بالعافية علشان المستشفى وكده لانه كان عايزين والد الطفل وكده وجيه هو ساعتها بس يعني المرة الوحيدة اللي شافه على الطبيعة وحضنه كان عنده سنة ونص اتكلم مع حضنه حسيت بها العاطفة ولا لأ ايوه هو كان حبه جدا وكان يعني نفسه يجيب له نجمه من السماء بس طبعا حراركه ودلوقتي حالينا تجوز وخلف بعد ما خلف بقى معه بنت من زوجته التانية فطبعا عدد كل حياته فجيت انا حاولت برضو قلت عشان يعني يبقى عدل ربنا ما بقى الظلمه عشان ربنا مش يحسبني على الولد ده الولد ده منه جعب المشكلة الما بيننا بقيت اتصل عليها توصل معين طريق الوطس عن طريق مسلا نص قريبه اه اقول له اتكلم ابنك اه شوفه محتاج ايه ابنك محتاجك ابنك تعبان ابنك فيه 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 اه كل ما كان يتكلم انا مش فادي انا انا وراي شغل هو حرارك من سفر الامارات اه انا مش فادي انا وراي شغل هو انا مسافر عشان العب انا بعمل مستقبل لابني وبنتي بيبعد فلوس لا بيبعد فلوس بيعمل مستقبل امتى يعني لا بعدين اه هو دا الكلام اللي بيقوله تمام قلت له لأ تب الولد بيسأل عن بابا لا والدي ابني مش مش بدمغه خالص لان انا حضرتك موفره له اه الحنية مخليه مش محتاج لابو خالص لا بس ما يعني لما بيشوف مثلا هو حتى بابا صاحبه او رفيقه اه ابا تاني هو لسه مش مدرك كده عشان هو لسه صغير بس ما عرفش لسه لما يكبر شوية هيبقى رضي تفعله ايه بس هو ما مش بيحبه بصراحة كل ما اجي يكلمه اه اوديك لبابا يقولي لا انا مش بحبه علشان هو وحش مش بيجيبلي ومش بيعمللي هو يعرف الكلام دا من ايه بقى حضرتك شايف انا باخده معايا حضرك المحكمة باخده معايا الاسم بيشوف كل دا الوقت دا صح يا امل ينعمل طبعا لا بوسي انا حقولك حاجة من الاول خالص يعني هي كويس انها موجودة عشان احنا نقول حاجة مهمة قوي يا رغدة انه اساس الاختيار انا شايفها دايما فيه مشكلة يعني انتي اهلك بالاول فيه تفاوت بينكو واهلك قالوا انك مش مناسب وانتي مشيتي ورا عاطفة تولدت فجأة والحقيقة دي مشكلة كومن هتلاقيها في جزء كبير جدا من العلاقات الفشلة ان البداية غلط ان هي لما جات تتجاوز اللي احنا دايما نقول يا جماعة الواحدة تتجاوز او الواحد يتجاوز واحدة لوحدها ياخدها مع عائلتها لسواء بقى عايشة معاهم زيك او مش عايشة معاهم فانتي للأسف تغاضيتي عن كل دا ومشيتي ورا مشاعر تولدت فجأة فدفعتي التمم ودفعتيه بسرعة جدا الحقيقة دا اللي حصل دا اللي حصل دلوقتي تعمل ايه؟ لا طبعا يا كاتم انت الولد ما تقوليني وبيتكلمش الولد كاتم في نفسه الولد بيسمع منك وبيخزن وحيطلع دا ممكن يطلعه ضدك انت شخصيا خلي بالك يعني هو ممكن في يوم هتلاقيه بيلومها سبتي ليه لما يشوف اخته وعيشة كويس مع بابا والزوجة التانية ممكن يقول لها سبتي ليه فانتي مش الصحة ابدا ان انت تكرسي جواك رهيته البابا لا انا حضرتك مش بقرس كراهية لوا لأي حاجة هو حضرتك شايف من الواقع يعني انا دلوقتي اولا انا مش ليه اخوات انا وحيدة والدي والديتي ناس كبار فمش ينفع اسيب ابني يعني دا السن شقاوة فوالديتي يعني ستة كبيرة مش هتقدر عليه فطبعا غصبين عني ببقى مضطرة فبعض الحالات ان انا اخده معي المحكمة او الاسم هسيبه المين وهو ما فيش حد دا خطر جدا خطر جدا عن نفسيته الحقيقة خطر جدا جدا عن نفسيته حضرتك انا اللي عملت في نفسيته كده انا اللي دخلته للسكة دي ولا والده حضرتك والده الاساس من الاول انا ما جيت عشان احل ودي وقلت له ادوني حكتي انا بس يعني رغم انهم الغلطانين وهو اللي كان بيقرراني في حياتي قالك لا هو والده رده قاله لا عندك المحاكم انا حضرتك انا مش حابة السكة اللي انا فيها دي انا نفسيا انت عبينة انت 28 سنة طبعا الحقيقة يعني انه في هذا السن وقد اظهر كمان من خمس سنين تتحمل المسئولية كاملة هو ده الحقيقة يعني ده المشكلة انه هو احنا مجتمعنا بيعتبر ان هي خلاص اطلقت مسئولة عن ابنها والاب خلاص فك رح شاف حياته في حاجة تانية رح عاش حياته في حطرية تانية وانطلق اهو بقى عايش في الامارات هتعرف المشكلة احنا متكلم بقى في معاناة الولد بس بنفس الوقت مش عارفين معاناة الام يعني برضو هي كمان حاملة فوق طاقتها ايوة هي بسنها ده وفوق تعيش يعني هي حتعود دور الاب ودور الام بتعياتي لي تلوقتي ايه اللي انت عاوزها تقولي انا عايزة حقيا وحقيا ابني انا تعبانا انا حمدتك مخدتش قيمتي وتجوز علي وعلى حق دي وتبقى هدلة بقى لي ست سنين ست سنين يواضي يقولوا الستة ما منصوفة الستة القضاء فحقها ماشي تمام انا قضاء بلدي عادل جدا واللي عندي المباحث بينفزولي على طول بس هو امي بهد اني انت بنبهد المين انت بنبهد الطفل مالوش اي زم في المشاكل وكل ما اقول له انزل شوفوا انا عايزة الطفل ياخد عليك انا عايزة ابنك يعرف ان انت ابو موهود وعايش يردي يقول لي لا هاتي عندنا في البلد بلد ايه اجيبه مع امراض اب اللي ردي تاخد واحد منه على امراضه وتحرم عايل من ابوه اودي مع مين اودي مع عالم ظلمة انت بتتكلم ازاي خلاص هو ده اللي عندي طب ليه انا نفسي حدي اسمعني حد حضرك عملت له منعي من الصفر القضية ترفضت ومعرفش ترفضت ليه انت عاوزة حقك المعنوي تقصد تقصد المعنوي والمدي اوه يوكل لحاجة وحق ابني يعني ابني لمتجمدات نفقة مش عارفة اخدها لان هو مسافر بس لما بينزل يعني حركو بقاله سانا مسافر مش هينزل دلوقتي قال لي انا مش نزل دلوقتي وحضرك مثلا لو المحضر راح عشان خطر الفين جنيه يبهدلوني عشان اخد الفين جنيه حضرك انا عايشة من قمسمية جنيه نفقة وغير ما والدي والدتي ربنا يخلهم لي انا من غيرهم ما عرفش كنت عامل ايه يعني هم اللي بيساعدوني بتعلم ايه تعليمك حبث لتعلمي دبلوم بتعمل ايه يا استاذة امل عشان نقدر نختم الفقرة دي نصحتيك ايه بعد اللي سمعت هي اولا مش هينفعت بقى بصها الوراء على طول لازم تبصي لقدام خلاص ممكن يفضل يدفع طول عمره طبعا غلطة واحدة عملها بحياته وللأسف انت من النمازجتي اللي حصل حصل اه فانت قصي للبو وتعديش بقى تبضلي وقفة وبسط تحت رجلك اولا زي ما انت قلت باباكي ومامتك كبار انت صغيرة جدا جدا ماينفعش الضياع عمرك اللي جاي ده كله فانك منتظر حاجة مش هتيجي هو مش هيجي ومش هيتغير انه ممكن قلبي حين يحدث او يحدث او لا يحدث فانمرة واحد لازم تبتدي ترتبي حياتك تشوفي تعملي مشروع تشتغلي في حاجة ما حضرتك من ايه هعمل مشروع من ايه او اقلت مش بتشتغلي هدواري على شغل لازم متدواري على شغل او حضرك هشتغل وهسيب ابني فيه خلاص ده خمس سنين هي خوش المدرسة مش كتب حضرك عايز مصريف دراسي انا الحد لان مش وديت ابني حضونه بسبب قلة المصريف وغير ما ابني كمان عنده انمية الفول وتعبان وبيتعايلك يعني بصي انا فعلا انا شايل حملة ايه لعلي وفي نفس الوقت والده كل ما اكلمه هاتيه هاتيه وشيلي الحملة من عليك انا حضرت مقرسة حياتي الابني كل ما يجيلي جوازات كويسة اقول لا تا ما تديهوله مش هيقوله شعرون عفد درأيي صادم لا لا دا انا عايز اقولك هو مش هيخده هو مش هيخده يا ربا لا هيخده هو حضرتك عايزه اللي مش حبا فيه علشان الاواضي اللي انا رفعوها انا رفع لي اواضي وكل ما يتكلمني يقول لي انت كل شوية ترفعي قضية هو انت واحدة فاضية ما تتجوزي وعيشي حياتك وانسي اللي فيه هو مش عاوزها كده من الاخر مش عاوز اي حاجة خلاص على فكرة هو الحل انك انت يا ام تتجوز زي ما هو بيقولك انا حدرت مش هاخد نفس التجربة التانية ويتبقى حياتيه وانت هتضاري وقفة محلك سر هقولك حاجة لازم تفكري في نفسك تفكري في ابنك تعملي مخطط ربنا مش هيسيبك يا رب هتلاقي عشخاص وقفين جنبك ويساعدوك تتخطي مش لازم نظلنا نفتكر الماضي ونرجع للماضي لازم نقطع صفحة ونفتح صفحة جديدة ان شاء الله ربنا حيوقف معاك وينصرك ويكون كمان جنب ابنك لانه لما انت تكون قوية برضو ابنك حيكون قوي وربنا كمان ينور له عقله ويساعدكم ويرجع يكون له تواجد بحياتكم على الاقل بحيات ابنه بحيات ابنه بحيات ابنه اخدت الو اخر بتاعك والنفق وكله اوه دول خدتهم بس اقصات يعني ده اكتر من اللي تمنيني ما فيش ويرجع اي شخص قدر يساعدك برضو كمان يعرف يقدر يتوصل معنا نقدر نساعدك نحطك على بداية الطريق